موسيقى مساء الخير متابعي تقس العرب في السعودية نهر اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة إلى شديد الحرارة وتأثرت أجزاء من المنطقة الغربية بأحوال جوية غير مستقرة عملت على هطول زخات والأمطار كانت رعدية ولا تزال رياح البوارح تؤثر على مناطق الشرقية أما سواحل البحر الأحمر هبت الرياح الشمالية والتي عملت على ارتفاع في الموج نتعرف البداية على درجات الحرارة متوقعة في هذه الأثناء في العاصمة الرياض بتسجل 31 مئوية وهي متفرقة نسبة الرطوبة 43% وسرعة الرياح 18 كم في الساعة نبدأ جولتنا بالتعرف على درجات الحرارة لنهار غد الخميس في عموم المناطق نبدأها شمالا مع سكاكا نهارا بتسجل 40 ليلة 29 عرعر بين 38 و 25 وتبوك بين 40 و 24 درجة مئوية إن شاء الله أما الأجزاء الغربية المدينة المنورة بتسجل 45 نهارا 33 ليلا مكة المكرمة بين 45 و 29 الطائف بين 35 و 26 وجدة بين 35 و 29 درجة مئوية إن شاء الله مع المناطق الجنوبية الغربية وأبهة بتسجل 32 و 21 ليلا الباحة 33 و 21 جازان بين 37 نهارا و غيوم تفرقة و 30 مئوية إن شاء الله المناطق الشرقية تتأثر كما ذكرنا برياح البوارح 41 نهارا 32 ليلا و هبوب للرياح المثيرة لأتربة والغبار والإحساء 47 نهارا 31 ليلا و حفر الباطن 46 نهارا أجواء شديد الحرارة و 30 مئوية ليلا إن شاء الله أخيرا مع المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض بتسجل نهارا 45 ليلا 31 بريدة كذلك الحال 45 نهارا 29 ليلا و حائل بين 42 نهارا و 28 درجة مئوية وأجواء شديد الحرارة متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة صبحونا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر